حرب أبراج الطاقة تعود بن جديد إلى العراق ليكتمل مسلسل تقديم مصالح العراقيين ضحية على مذبح العملية السياسية أبراج الكهرباء أو بالأحرى ما تبقى منها عرضة لتخريب مستمر يقف خلفه كل مستفيد من بقاء العراق في وضعه المتدهور وزارة الكهرباء أكدت أن عمليات استهداف الأبراج تجاوزت مئة عملية منذ نحو عام وحتى الآن مبينة أن هذا الاستهداف ممنهج تورطت به جهات داخلية وخارجية وذكرت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية أن حرب الأبراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل عدة محافظات شمالية ووسطى بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الثماني والاربعين ساعة الماضية على الصعيد العام ثمت جهات دولية تريد بقاء العراق رهينة لكهربائها وتمثلها إيران التي تتحكم بمصادر الطاقة الكهربائية في العراق وتسعى إلى تدمير ما تبقى من بنيته التحتية أما على الصعيد الداخلي فلقد أكدت عدة مصادر أن جهات متنفذة مستفيدة تريد استغلال تفجير ملف أبراج الطاقة لأهداف سياسية استهداف ما تبقى من أبراج الطاقة يدفع العراقيين إلى زيادة الاعتماد على المولدات الأهلية وهو ما يكلفهم نفقات إضافية في ظل وضعهم المعيشي الصعب حيث تصل النفقات السنوية على المولدات الخاصة إلى نحو ستة مليارات دولار كما صرح بذلك معهد الطاقة العراقي العراقيون وبعد ثمانية عشر عاما من فساد السلطة حملوا الحكومات المتعاقبة مسؤولية انهيار قطاع الكهرباء الذي يعد شريان حياة يكفل تحريك عجلة الصناعة والتطور رغم تخصيص نحو تسعين مليار دولار منذ عام 2003 وهو مبلغ كاف لبناء الشبكة توليد كهربائي قوية لعدة دول مثل العراق